اشتركوا في القناة 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 خلينا بقى نبتدي في الاسئلة هم 23-22 سؤال وان شاء الله نخلصهم كاز نبتدي وانا هبص في القناة انا بسألك معلش لان كل سؤال فيهم عشان نكتبه وفكرنا فيك واساوه فضل هل الفيتامينات المعادن ومجمعات الغذائية يمكن ان تعالج كوفيد-19؟ هل الفيتامينات المعادن اللي الناس بتاخدها وبتروح للصيدلية هل ممكن بتعالج كوفيد-19 لو فيروس كورونا؟ خليني في السؤال ده سريعا عددك بتسألني بتعالج كوفيد-19 اقولك قولا واحدا لا ما بتعالجش ما بتعالجش بس ده السؤال غلط لكن هل بترفع جهة اخرى بقى سكة تانية خالص هل بترفع المناعة هل احنا محتاجينها كل ده يندرك تحت بروتوكول علاجي ينصح به طبيب المعالج ماينفعش أنا اروح للصيدالي اروح اشتري من نفسي فيتامينات ومعادن علشان عالج بها الكورونا قولا واحدا لا لم يسبت ثم هو هيبقى فيه سؤال هنا دكري خالد فضل هل ممكن الناس تأخذها كوقاية وبرضو من غير متالجة للطبيب أنا بكلم حضرتك بناء على الأدلة والبراهين الموثقة تمام من منظمة الصحة العالمية لا ماينفعش ولا بتقي ولا بتعالج هاي حتة اننا احسن المناعة بتاعتي دي يدركها الطبيب المعالج مش حضرتك ولا أنا اي ولا الصيدالي ما ده بنكلم على مستخدر بالتباع في الصيدالية بالزبط فعش اخده كده من المال بالزبط طيب خلينا بس قبل ما يروح في السؤال التالي افكركم باللوات سأب بتاع البرنامج اللي حد اي حد عايز يصفر على اي سؤال هيبعتهن وعلى فكرة حتى لو اتبعت السؤال على مدار على مدار الأسبوع احنا الدكتور خالد ان شاء الله هيبقى لنا مع علاقات كتير الرقم الوات سأب 012-2519-64466 دكتور خالد الناس كلها مشة بكمامات في الشارع تضبط انا مش هسأل على الكمامة مع الناس هسأل على الكمامة أثناء ممارسة الرياضة تمام الكمامة أثناء ممارسة الرياضة في الحقيقة لا ينصح بارتداء الكمامة أثناء ممارسة الرياضة تمام لكن ينصح بالكمامة وانس بمجرب ما خلصت الرياضة لانه الجسم أثناء الرياضة بيحتاج كمية اكسوجين أكبر بكتير من المعدل العادي الكمامة ممكن بتقلل شوية احتياجات الجسم بمجرب ما خلص الرياضة لازم ألبس الكمامة تاني لان الكمامة أصبحت أسلوب حياة هاي نوع من النار هذا السباحة طب هل السباحة والماء بينقلوا فيروس كورونا؟ لم يثبت انه السباحة والماء بينقلوا فيروس كورونا فيروس كورونا ما ثبت عنه انه بينتقل بالرزاز دروبلتس اللي بتتنقل من الشخص المصاب بيتناسر الرزاز وبالتالي بياخدوا مريض آخر ما اعتقدش انه الماء والسباحة ليعلاقة بنقل فيروس كورونا تم يثبت هاي كلنا بنلبس أحزائي بالتأكيد شور دفن خلق الأحزائي بتنقل فيروس كورونا؟ آه والله أنا سعيد بالسؤال ده لانه كتير من الناس ما بتاخدش بالها من هذا الموضوع في حالات ندرة جدا تكاد تكون معدومة تمام انه ممكن في بعض الأحزائية بعض قطرات الرزاز آه آه يجي عليها من فيروس كورونا لكن ما نقلش وآه لم يثبت آه إنه إنه في حالات كورونا آه ظهرت نتيجة آه آه الحزاء لكن هنا ست البيت لازم تاخد بالها من حاجة مهمة جدا لو عندها أطفال بتحبيت لو عندها أطفال أصغر من أقل من ست سنوات دايما بيبقوا قريبين من الأرض هاي فلازم تاخد بالها جدا الحل الأمثل في هذا الموضوع إنه الأحزائية تتقلع بره البيت تمام علشان يكون فيه الوقاية بنسبة 100% خاصة إنه إحنا من ضمن العادات السيئة مع قليل من الناس إنه بيبصق في الشارع آه ده مشكلة تانية أخرى إذا نبقى خلطين ده في الاعتبار طبعا طبعا عشان كده بقول لحضرتك إنه يمكن الكبير ياخد باله شوية لكن الطفل مش هياخد باله تمام هرجع تاني للدواء والناس جريت على الدواء والحق والمضاد الحياة ودواء هل بقى المضاد الحيولية تأثير على بعض كورونا؟ حضرتك تسألني المضادات الحيوية المضادات الحيوية طبعا قولا واحدا ما لهاش علاقة بالكورونا تمام حتى بسهو في البروتوكولات موجود آآ موجود لهدف آخر تمام موجود لهدف آخر هاي علاج المضاعفات نتيجة كورونا لكن هل هو لأنه بعض الناس بتترجم وجود المضاد الحيوي في البروتوكول إنه بيقي أو بيحمي أو بيمنع ضيئة كورونا لكن ده غير صحيح لكن هو ممكن يحمي الشخص المريض من المضاعفات اللي ممكن تحصل وده ما بيتخدش لوحده لازم يكون تحت رعاية طبية ولازم يكون تحت رعاية الطبيب المعالج هو عارف إمتى هيدي المضاد الحيوي وإمتى ما يديش لكن مضاد الحيوي يقي من كورونا؟ لا طبعا هو بيقولك إن في بعض الأحيان بيحصل حاجة اسمها secondary infection اللي هي العدوى الثانية الفيروس يتحول لبكتيريا هو ده اللي أنا بتكلم عليه أيوة إنه secondary infection أو العدوى البكتيرية فوق العدوى الفيروسية ده ممكن الدكتور يدي فيها المضاد الحيوي لكن فيروس ما ينفعش يتخذ فيه المضاد الحيوي تمام هرجعك تاني للكمامات تعمل من يميل أصلاحية الحلقة هات وخد وحلقة نتمعها سريعة وعارف حتى الترابيزة تحس إن هي شكل بنجبونج تخذت بالك بنجبونج بنجبونج طب هل ينهار ده الناس اللي بتستخدم كمامة هل فعلا كمامة ممكن تسبب التسمم بساني أكسيد الكربون؟ سمعنا كتير من الأسئلة دي قبل كده أنا هقولك رأيي بعد ما حاك تقولي الأجاب هقولك رأيي بس ده رأي شخصي أنا هقولك الرأي العلمي الرأي العلمي لم يثبت إنه حصل حالات تسمم بساني أكسيد الكربون أو نقص الأكسوجين نتيجة ارتداء الكمامة ده حد بعت السؤال ده عشان ما بيحبش يلبس الكمامة الكمامة أصبحت أسلوب حياة حلو بس خلينا سؤال مش موجود في الثلاثة وعشرين سؤال هايك تعالي ناخدها بطريقة عملية هايك لما بتلبس الكمامة بالتأكيد كمية الأكسوجين اللي وصل للرية عندك بتقل فبالتالي ده ممكن يؤثر على كفاءة الجهاز التنفسي فيبقى عرضة إن يحصلوا انفكشن لو تسمح لي لا تفضل وانت حضرتك لابس الكمامة انت بتاخد احتياجاتك من الأكسوجين 100% ازاي ازاي الناس انت بتاخد احتياجات الكمامة لما بتمنعش الأكسوجين الكمامة بتمنع اسمه ميكانيكال بارير بيمنع الدروبلتس أو القطيرات اللي بتنزل التي تحتوي على الانفكشن بتاع كورونا تماما لكن في نصيحة مهمة للكمامة إنه لازم لو وظيفتك بتحتم ارتداء الكمامة طول الوقت لتسع ساعات كل ثلاث ساعات لازم الكمامة تغير تغير الكمامة خالص؟ خالص وتلبس الكمامة جديدة طب في الوضع الطبيعي الكمامة تغير كل قد دي كل ثلاث ساعات لا يعني حضريةك النهاردة أنا نزلت الصبح رحت الشغل لابس الكمامة بتاعتي أرجع الدور ألبس الكمامة تاني يوم أو خلاص كده؟ الكمامة القماش بتتغسل وبتتلبس تاني يوم الكمامة القط بتترمي وبيتلبس جديدة تمام طيب في سؤال بيتبادل لزهن السادة المشاهدين يقولك أنا وصبت بفيروس كورونا بس بعد ما وصبت به سبق أثار عندي هل ده فعلا فيروس كورونا بيسيب أثر على المريض بعد ما يتعافى منه؟ بنشوف حالات أثر ممكن توضح لي يعني إيه أثر؟ يعني مثلا يقولك إيه أنا بعد ما خفيت من فيروس كورونا حسيت كده أن أنا عندي تعبان منحك مرهق لسه صداع بيشتك من بعض الأثار الجانبية خلينا نتفق أنه فيروس كورونا فيروس من اللي يقع طاعت التصنيف المعلوم المجهول معلوم أنه فيروس وبيهاجم الجسم وأنه اسمه كورونا ولكن المجهول فيه أكثر كثيرا من المعلوم عايز أشكرك أنك قلت المعلوم المجهول لأنه هو من سنة كان المجهول المعلوم بالضبط فحنا دلوقتي المعلوم المجهول تمام بنرجع تاني لموضوع أنه بيسيب أثر البين والألم اللي بيسيبه كورونا في الحالات اللي بيسببها عند المرضى بيسيب لهم أثر نفسي شديد نتيجة التعرض لهذا المرض وكل المرضى السادة المرضى اللي بيشوفونا دلوقتي عارفين بالضبط هما التجربة اللي مروا بيها كان شكلها عامل إيه لكن أنا بطمنهم تماما أنه كل مريض بيرجع معافق بنسبة 100% بعد كورونا يرجع أمتى بقى؟ على حسب مناعة المريض وعلى حسب شدة المرض اللي كان فيه يرجع أمتى؟ يعني هو ممكن المرض يصبي تابعي؟ لا يرجع أمتى طبيعي؟ آه يرجع أمتى طبيعي؟ آه ممكن يرجع طبيعي مباشرة ممكن يرجع طبيعي بعد أسبوع ممكن يرجع طبيعي بعد أسبوعين على حسب مناعة الشخص وعلى حسب شدة المرض اللي كان موجود طيب لكنه بيرجع طبيعي ممكن يرجع طبيعي بنسبة 100% ده مؤكد تمام انتشر برضو الترمومتر تخش المطار يزدد حرارة مش عارب تخش المدينة درجة الحرارة لازم طيب حريك أنا دخالي النهار ده ادفاع درجة الحرارة مؤشر أنا وصبت بكوبيت 19 مع ان درجة الحرارة ممكن يبقى ليه عزباب كتير قوي آه مؤشر ارتفاع درجة الحرارة لا يعني إصابة كورونا تمام لكنه بيبقى من ضمن الناس اللي لازم تطفحس مم مش معنى انه حد درجة حرارته عالية انه عنده كورونا تمام لكنه واحد من الناس اللي عندهم بريسك فاكتور أو عوامل احتمالية الإصابة لازم يتطفحس كويس تمام مش كل واحد حرارته عالية عنده كورونا تمام احنا بنهتم الفترة دي بالتغزية بردامك بتاعنا والتغزية هالي الشطة والفلفل لما نحطوهم في الأكل بيوقي من بيرس كورونا انا عقل بك انا بسألك الاسئلة الناس بتسألها مش ان انا بسألها عشان بس حاجتك دي قليتني مش حاجة اللي بسأل السؤال ده الناس سعيد سعيد ان انا باسمع السؤال ده لحكتين الحاجة الاولانية انا بحب الاكل فده كويس الحاجة التانية لانه دي نوعية الاسئلة اللي بيسألها اهالينا مش كل الناس متعلمة ومش كل الناس بتعرف تسأل وفي كتير من الناس بيجود عارف حضرتك الناس اللي بتجود لا في الحقيقة لم يثبت انه الشطة والفلفل بالرغم انه في ناس كتير بتعمل كده لكن لم يثبت اطلاقا انه ليهم تأثير على القضاء على كرون طب والتوم بقى كلام علمي طوم والبصل انت ده كده طوم وبصل وشطة معي خلي بقى قبل ياك انت بنكلم عن نباتات لا شك انه طوم والبصل من العناصر المهمة جدا الطبيعية الطبيعية لصحة الانسان ولكن ليس لها علاقة اطلاقا بالحماية او الوقاية او العلاج من كورونا تمام داخلين على موسم الربيع وموسم الربيع بينتشر فيه الدبال تعارف هل الدبال لي علاقة بينتشر بقى كورونا بنقل تقصد لم يتبط تمام طيب السؤال بقى هدها يعني هارهولك كده زي ما نكادبه هل رش الكحول او اي قاتل البكتيريا على الجسم يقي من عدو كورونا زي ما ذكرنا الدكتور علاق من شوية ان في بعض الناس بتجاود ده التجويد الزيادة او الكورونا محتاج تتعامل معاه بعقلية وفهم الا وهو فيروس هنتعايش معاه سواء قابلنا او لم نقبل قعب معنا فترة النصيحة الزهبية لكورونا غسيل الايدي بالماء والصبون الكمامة التباعد الاجتماعي اكتر ما مدر لكن تيجي تقول لي استحمى بكحول ده التجويد الزيادة بقى وبنشوف الكلام ده والاسئلة دي انا سعيد بها جدا لانه كتير من الناس بتسألنا الكلام ده واحد عايز يجود واحد عايز ياخد بالزيادة بغض النظر عن انه لن يقي من كورونا ولكن هيحصل له مضاعفات لانه الكحول الناس ما بتستحماش بيه الكحول اخر حاجة انك تغسل ايدك بيه او تطهر ايدك بيه مع الماء والصبون غير كده ما ينفعش لانه الالتهابات الجلدية هتغطي على كورونا تمام رئيس جمهورية دول عظمة عارفش هو كان بيقولها بتهريج ولا بتاع بيسألوا قالهم حلاص اشربوا الكحول واسبرتو ويخف كحوله بيقولوا ايه اسبرتو دي بالدماج هل في علاقة فعلا على فكرة اللي انت بتقوله ده حصل فعلا في ايران في بداية ظهور كورونا لما كنا بنقول المجهول المعلوم ظهرت هذه الاشعة الاشعة دي خدت في قشها 58 قتيل لتيجة شرب الميثانول والإيثانول او الكحول او السبرتو زي ما بنقول انه طلعت الاشعة انه الكحول بيحمي من كورونا ايه شربوه؟ شربوه وتوفو لانه سام جدا تمام هذه المعلومة خاطئة تماما ولا ينصح بها على الاطلاق تمام ممكن نطلق فاصل؟ فضل طلع لنا بقى فاصل كده عشان عايز اعمل حاجة في الفاصل ده ضرورية جدا فاصل ونوصل ترجمة نانسي قنقر اعرفت بقى حقيقة انه طلعت الفاصل ليه؟ لان كرامك خلاني لازم ألبس الكمامة لازم بس انا هيعاني من مشكلة ايه هي؟ ان انا لازم اضطر قلع الكمامة فاشحك تسمعني كويس هو ده السبب اللي خلاني برضو قلع الكمامة ولا داخل حضرتك طيب انا بس اسمحك قلع الكمامة فضل ماشي؟ طيب كلنا مسكين بقى موبايلات اه ويطلع الجيل الخامس والجيل الرابع ومش عارف ايه والتعارف بقى حتى كمان كان فيه تمصيرية فرابونال اللي فات لعبة في دناج الناس هل شبكات الجيل الخامس ليها تأثير على انتقال فارس كورونا؟ واحدة من الاسئلة الشهيرة اللي بنتسألها على طول تماما وطلعت 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 لكن انا بأكد لحضرتك انه هذا الكلام عاري تماما من الصح بدليل ان احنا في مصر ما عندناش شبكات الجيل الخامس وعندنا كورونا صح كتير من بلاد دول العالم مش موجود فيها شبكات الجيل الخامس للمحمول وعندها كورونا هذا لا ينطبق اطلاقا على انتشار فيروس كورونا انت قلت قلت اكسبريشان قبل الفاصل الناس بتهف تباين او بتهبت حاجة كده صح لا انا قلتش الناس بتهبت بتجود بتجود ايه سنت خريج اصهر فانا طيب حيث جبت سيرة مصر ان مصر برغم انها ما فيهاش الجيل الخامس ولكن فيها فيروس كورونا طبعا طيب هنا خليني اسأل سؤال والسؤال ده استوحيته من الجيل الخامس وما كانش موجود في الاسئلة احنا بنمتاز بالشمس هل ده حرار اكتر من 25 درجة موية او التعرر للشمس الفترات الطويلة هل يقي من فيروس كورونا وده وقلت اجابة غير لي في دماغي هاتر اسمحلي اسمحلي اقولك انه نحط اجابة السؤال اللي فات على اجابة السؤال ده هنختلف يعني الاختلاف الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضايا ليه لان انت انت بلدك صيف طول الوقت تمام وخلاص ما عادش بقى ربيع ولا خريفة هو شهرين شتا وعشر تشهر صيف ودرجة الحرارة بتوصل في مصر الاربعين واثين واربعين وعندك الخليج العربي كله الخليج العربي السعودية والامارات كلها بتوصل فوق الخمسة واربعين واحيانا بتصل لخمسة ومع ذلك فيه كورونا تمام ومع ذلك الشمس ما بتمنعش الكورونا تمام ارجع تاني يا دكتور علاء واقولك انه المعلوم المجهول ما زال هناك كثير من اسرار كورونا لم تبح بها الكتب والدراسات والابحاث احنا لسه بنرتجل احنا اللي هو مين احنا العالم مش احنا مصر احنا مصر مشين كويس قوي ولله الفضل والله الحمد لكن احنا على مستوى العالم ما عندناش التجربة اللي تقول لنا ده صح ولا غلط تمام بنرتجل تمام فضل اختلف فضل خلاك لو بصيت هتلاقي ان معدلات انتشار فيروس كورونا او الاصابة في فيروس كورونا في المدن اكتر بتطير من الارياء والارياء بتمتازن الشمس بتاعتها والجو الطبيعي حيث قصرت نقطة دول الخليج هو دول الخليج حدريك هو بيتنقل من تكيف لتكيف يعني نادرا لما تلاقي ايه فهنا انا شايف من وجهة نظرنا ان اللي فيه علاقة ما بين درجة الحرارة ومعادلات انتشار فيروس كورونا ممكن ارد لا احنا ما احنا شو بجلو بونج زي ما وعدنا السادة المشاهدين في بداية الحلقة ان احنا كلامنا هيبقى علم وموثق ولوه ريفرنس يجوز حط بين قصين بقى يجوز الكلام تا حضرتك ده صحيح ولكنه لم يثبت في الدراسات ولا الابحاث اللي بتقول هذا الكلام تماما انا بتكلم اه اه الكلام اللي موجود في الكتب حتى هذه مطلعك اول قلت كتب انا رجعت حتى ورا تجيبتني ارضا كتب سكت لكن انا انا بتكلم على حاجة يمكن استنتكتاب ممكن وارد طيب فيه ناس يقولك ايه احبس نفسك احبس نفسك لمدة عشرة ثواني ده يقيق من فيروس كورونا كل يوم الصبح عشرة ثواني معنا الكلام ده كتير قبل كده وجات لنا اسئلة كتير بخصوص هذا الموضوع الا وهو اه اه تعرف ازاي عندك كورونا ولا لأ طيب اه انك تحبس نفسك عشرة ثواني ولو قدرت تعملها من غير مكوح يبقى انت معندكش كورونا وانتشرت كالهشين على وسائل التواصل الاجتماعي الكلام ده برضو غير صحيح ممكن يبقى فيه كورونا وتحبس نفسك عشرة ثواني فيش مشكلة خالص ممكن هذا كلام غير صحيح اقولك على الحاجة حصلت معي فقط مثلا انا عملت اكتر من 500 حلقة في النمكس حتك سروتك اول حلقة الاير بيس يوقع من قداني ماخدش بالي لان انا سرحت معاك في الكلام انا سارح معاك في الكلام طب احنا قلنا الشمس العكس الشمس هو البرد قالي البرد او التالج يزود من انشار فيروس كورونا من باب اولى اذا كانت الحرارة تمنع فالتالج يزود او يقلل هختلف معاك كتاب لا ده هتختلف معايا او انا في الشتاء هرجعلك للكتاب ايو اما انت هارح ساكت لا الشمس ولا البرد لم يثبت وما اقول له حضرتك لم يثبت يبقى ما فيش ابحاث على هذا الكلام يبقى ما فيش كلام علمي في هذا الكلام يقدر يقول اه ولا لا بص ارا معايا ثلاث دقيق ومعايا حوالي اثنين اربعة حوالي سبع اسئلة وفيش فؤال اااا يعني انا اتسألته كتير دائمين اعمله للقاح بيروس كورونا صحي كنا؟ طبعا إيه قصة اللقاح والناس مش عايزة تستخدمه وخيفة منه وإيه الفرق بين اللقاح والمصل تمام سريعا الفرق بين اللقاح والمصل المصل إننا خلينا الأول في اللقاح اللقاح إننا بحقن بتوصل للتركيبة الجينية للفيروس تمام وباخد منها إيه زر بقى السموم أو حتة منها أو الفيروس في صورة ميتة أو صورة ضعيفة جدا وبحقنه في الشخص السليم تمام ليمنع أو يقيه أو يحميه من كورونا مستقبلا تمام كويس فأنا بحفز الجهاز المناعي للجسم إنه يطلع مضادات من داخل الجسم علشان لما يجي لها بقى كورونا تقدر تتعامل معها هاي ده اسمه اللقاح تمام المصل هو وجود هذه المضادات أصلا جاهزة جاهزة داخل الجسم ده موجود فين بقى إحنا ده له طريقة معقدة المصل طريقة معقدة ومكلفة إنه إنت بتحقن الكلام ده وبترجع تاخد البلازمة والدم بتاعه اللي بتحقن فيه وبترجع تستخلصه تاني علشان تستخلص جزء بسيط جدا من المضادات الحيوية ودي واحدة من ضمن العلاجات الموجودة اللي هو العلاج بالبلازمة للمرضى الذين سبق لهم التعرض لكورونا وزي مصل العقرب وزي مصل التعبان لكنه ده لا يكفي أبدا البوبيوليشن أو غالبية السكان الموجودة عشان كده إحنا بنلجأ للقاح ناخد اللقاح ولا ما ناخدوش هو ده السؤال الدارك قولا واحدا لو لا اللقاح لما هبطت الإصابات بهذا المعدل أنت لغاية ديسمبر وكده ديني بقى الأمر أنهي البردان من الأمر لغاية ديسمبر كان عندك قبل ظهور اللقاح كما نستوى العالم كان المعدل أكتر يوم كان وصلنا لـ 850 ألف إصابة يوميا النهاردة إحنا بعد ظهور اللقاح في أمريكا وفي أوروبا وتوزيعه إحنا النهاردة بنتكلم 450 ألف إصابة النص يمكن أقل من النص مصر من ضمن البلاد اللي أخدت على عاتقها وتحركت بادر قوي علشان توفير اللقاح للمواطنين ومن يوم الحد الجيدة إن شاء الله وزارة الصحة هتحط لينك لكل الذين يودون أنهم ياخدوا لقاح كورونا تحط وتسجل اسمك وبالتالي هتتواصل معك وزارة الصحة وتقولك تاخد اللقاح بتاعك قولا واحدا ما عندناش سلاح نخوض بمعركة كورونا إلا اللقاح ولازم كل الناس تخدمه طيب خليني أسرح هيك سؤال ناخد بقى اللقاح بتاع الصين مما اللقاح بتاع أمريكا مما اللقاح بتاع أنجلترا هنا العلم بيقول إنه فيه أبحاث تم عملها على كل اللقاحات بتاعت الصين وبتاعت روسيا وبتاعت أمريكا وبتاعت أوروبا كلهم بيتحركوا في رنج ما بين التمالينات والتسعينات نسب مجاح ودي نسبة هيلة جدا للقاح اتعامل كده في ست شهور وبالتالي إحنا كلهم ما يفرقوش عن بعض كلهم كويسين اللي هتوفر الدولة المصرية إحنا ملتزمين به لأنه الدكتورة هالا زايد هي دخلت في الترايل دخلت في الأبحاث على اللقاح بتاع ساينوفارم أنا أشكرك وأنا على المستوى الشخصي لو غيروني بين الأرباحة ودلقاحة بتاع الصين لأن الصين كانت هي أول دولة الفيروس كان هي المنشة فبتأكيد الترايل عندها هتوباء أكتر من أي دولة تاني خالد نور الدين أنا عايز أشكرك بجد وبالنهاب على السيدة المشاهدين اللي أنا متأكد كلهم بشكروك على كمية المعلومات البسيطة اللي إحنا جاوبنا عليها على فكرة كان لسه فيه خمس ستة أسئلة تانية بأتكيد هيبقى لنا حلقة أكتر جدا وإنا يا سعيد نوش أنا حاجة تكون واحد من فريق العمل وبجد يعني عايز أشكرك بالنهاب على السيدة المشاهدين كلهم ومش عارف أقولك إيه أصلاً لما تبقى قدام أستاذك بتبقى الملوصة بشوية أنا اللي بشكرك شكراً جزيلاً شكراً لك خليد نوردير شكراً خلصت الحلقة النهاردة وأتمنى كانت حلقة خفيفة بس فيها معلومات قيمة وأتمنى أن إحنا أكون ضيفنا معلومة معادة معكم الأسبوع الجايب بس إيه قبل ساعة من دلوقتي واحدة حلقات برناميكم صحتك صورتك أشوفكم على خير اشتركوا في القناة